مستشار حمدى الصاوي النهاب العام أمر بحبس طالب عمره 15 سنة وكمال والده احتياطياً أربع أيام على دمة التحقيقات لتسبب الطالب خطأ في موت سيدة وإصابة أخرى بحي مدنتي بالقاهرة الجديدة بإهماله ورعنته والتحقيقات أصفرت أن الطالب صدم السيدتين خلال قيادته السيارة ومعاه تمن أشخاص بسرعة متجاوزة ويتمسك الطالب خلال استجوابه بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث إلا أن الأشخاص اللي كانوا معاه في العربية كلهم أكدوا تلقيه اتصال من والده قبل الحادثة وطلب فيه أن هو يسوق بسرعة منخفضة وإن يبقى العامة الحقيقة جددت التحذير من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأدبهم وتربيتهم على نحو سليم والسماح ليهم بأمور تدفعهم لارتكاب جرائم بتعرض حياة الناس وحياتهم للخطر